اشتركوا في القناة وصولا إلى اعتماد اللقاحات الآمنة والفعالة تعتبر مملكة البحرين من الدول الرائدة في عداد برامج التمنيع الموسع سعيا لتغطية شريحة كبيرة من المجتمع لرفع معدلات المناعة المجتمعية ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها عن طريق اللقاحات وذلك في إطار الدعم اللامحدود التي تقدمه المملكة من خدمات صحية عالية الجودة والتي يحتذى بها على مختلف الأصعدة أهمية اللقاحات هي فعلا تكون توفر لنا الحائط المنيع لهذه السلالة أو لأي سلالات أخرى فمن هذه اللقاحات نتمنى منها تكون تكون مناعة قوية لجسم الإنسان لمحاربة أي سلالة جديدة أخرى وضمن الجهود المستمرة للمملكة منذ بداية جائحة فايروس كورونا والجهات الصحية على الطلاع التام بالمستجدات والتطورات الخاصة بفايروس كورونا على مستوى العالم وتابعت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية باستمرار توصيات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن حيث وافقت الهيئة بعد دراسات علمية على تسجيل لقاح كوفيد-19 من شركة سينوفارم كما سبق وان أعطت الموافقة على الاستخدام الطارة للقاح شركتي فيزر وبيونيتك كما تم منح الموافقة على لقاح كوفيشيلد حيث أعلنت وزارة الصحة للراقبين في أخذ التطعيم إلى المبادرة والتسجيل عن طريق الموقع التابع للوزارة أو من خلال تطبيق مجتمع واعي هذا وأكدت وزارة الصحة استمرار الحملة الوطنية للتطعيم والاستعدادات الرامية لتوفير التطعيمات للجميع بإشراف ومتابعة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفايروس كورونا ومواصلتها للجهود الحثيثة التي تهدف للتصدي للجائحة مجددة دعوتها للمواطنين والمقيمين إلى الالتزام التام بكافة التدابير الوقائية الموصبها لكبح تفشي ويروس كورونا